ونضم إلينا الآن مورغن أورتيغيس سيدة مورغن أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار اليوم ترامب يعلن على فرض أقصى عقوبات على دولة ما تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران كيف يمكن أن تفسر لنا هذه العقوبات؟ ماذا تستهدف؟ هل فقط البنك المركزي الإيراني أم هناك أمور أخرى يستهدفها هذا الفرض من العقوبات؟ أعتقد أن من المهم أن ننظر إلى هذه العقوبات في إطار حملة الضغط القصوى التي تمارسها إدارة ترامب ومارستها على مدى سنوات حينما قرر الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي كان هذا بسبب بأن هناك العديد من الأخطاء في ذلك الاتفاق والعيوب وطبعا رأينا ذلك خلال الأشهر الماضية طبعا العيوب في ذلك الاتفاق هو أنه لم يتطرق إلى النشاطات الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة رأينا الإيرانيين مثلا ومع بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق فإنهم كانوا يخططون لاغتيال شخصيات معارضة في أوروبا كما أنهم استمروا في تمويل ودعم حزب الله والحوثيين وأيضا لعبين آخرين في المنطقة أعتقد نحن اعتقادنا في الإدارة الأمريكية بأن النظام الإيراني لم يظهر أي إيرادة لأن يكون لعبا إيجابيا في المنطقة بل على العكس فإن الاتفاق النووي أعطى إيران مليارات من الدولارات فقط زادت من نشاطاتهم الخبيثة في المنطقة إذن فرأينا كل أسبوع سلسلة من العقوبات تفرض من إدارة ترامب وستكون هناك عقوبات أخرى كذلك وتستهدف طبعا المصارف التي ستضر طبعا الاقتصاد الإيراني نحن رأينا مثلا بأن حزب الله الآن يطلب تبرعات لأنه عانى وبسبب لأن العقوبات الأمريكية على إيران حرمته من تلك الأموال والعقوبات الدولية قد قودت طبعا قدرتهم على تمويل الإرهاب ونحن نستمر في فرض العقوبات واليوم كان أحد أهم الإعلانات التي حدثت خلال العامين الماضيين وإيران ما لم تغير سلوكها الخبيث في المنطقة وما لم تعد إلى مجتمع الدول المتحضرة وتكون دولة طبيعية فإن العقوبات ستشتد هل ستكتفي سيدة مورغون إدارة ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على طهران أم نتوقع رد عسكري على ما قامت به في بجيغ وخريس في المملكة العربية السعودية الرئيس ترامب طبعا أوضح بأن كل الخيارات موضوع على الطاولة وهو ينظر من كثب مع وزير الخارجية بومبيو ومع كل فريقه للأمن القومي وأيضا مع المملكة العربية السعودية وكما قال وزير الخارجية بومبيو فإننا طبعا حينما كنا ذاهبين إلى السعودية وإلى الإمارات فإن الوزير الخارجية بومبيو وصف هذا كإعلان حرب وكان كذلك نعم إذن الرئيس ترامب طبعا سيعمل من كثب مع السعوديين ومع الإماراتيين ومع دول الخليج الأخرى في المنطقة وليس فقط دول الخليج رأينا أيضا الفرنسيين يرسلون مثلا فريقا من الحقيقين للسعودية لتوضيح ولإيجاد الدولة المسؤولة عن هذه الهجمات نحن نعرف بأنه كان كذبة كبيرة بأن الحوثيين قاموا بذلك الحوثيون في الجنوب ونعرف بأن الهجمات جاءت من الشمال الغربي والحوثيون ليس لديهم القدرة لضرب هذه الأهداف بتلك الدقة هذا الهجوم كان غير مسبوق ونعرف بأن هذا الهجوم جاء من إيران وأعتقد بأننا نعمل هنا في وزارة الخارجية وبالتواصل مع المجتمع الدولي حتى نحاسب إيران وعلى هذا الحدث وعلى هناك حوالي أربعين هجوما حدثت خلال الأعوام الماضية وكلها تشير الأصابع لاتهام فيها إلى إيران ونعتقد بأن هناك أيضا هجمات كثيرة أحبطت كان يقودها إيرانيون إذن هذه سلسلة ومسار من هذا النظام هذا النظام الذي على أربعين سنة لم يغير سلوكه ولم يقل له لا لكن هذه الإدارة تقول لهم لا التطورات الأخيرة سيدة مورغن إلى أي حد تلغي ربما لقاء بين ترامب وروحاني كثرة حول الكثير من الكلام في الآوينة الأخيرة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة هل نتوقع لقاء روحاني ترامب؟ لم يكن هناك أي إعلان عن لقاء نعم سمعنا الرئيس ترامب وهو كما قال بأنه مستعد للقائه حتى يجد حلا دبلوماسيا ولكن لهذه اللحظة لنعرف ما إذا كان روحاني سيأتي إلى الجمعية العامة لو كنت مسؤولة طبعا عن أحداث التي جارت فإنه لم يكن ليظهر في نيويورك ولكن طبعا ربما جوى الضريف سيأتي إلى هنا وينشر الدعاوة والأكاذيب التي ينشرها دائما والولايات المتحدة دائما طبعا هناك إعلام يستمع إليه ولكننا سنحاسب وزير الخارجية وسنحاسب أيضا الرئيس الروحاني وأيضا آية الله خميناء هذه الأكاذيب طبعا كلها أكاذيب قاموا بها نحن نسعى لحل دبلوماسي لا نريد أن نرى حروبا أخرى ولا نريد زعزعة الاستقرار في المنطقة ما لا نريده بكل تأكيد هو نظام إيراني يهدد حول فأنا ويقوم بإعلان حرب غير مسبوق هذا شيء لن نتسامح معه وسنجمع المشمع الدولي ليلتحق بنا حتى نوقف نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة شكرا جزيلا لك سيدة مورغون أورتيغس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كنت معنا من واشنطن